التكتم يوحيط بثاني زيارة يقوم بها المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد مشاورات السويد وسط تأكيدات من الأمم المتحدة بأن الزيارة تهدف بشكل أساس إلى تسريع تنفيذ اتفاق السوكولم بشأن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وتشير أحدث المعلومات المتصلة بأجندة السلام اليمنية لأن المبعوث الأممي يبذل مساع حتيثة لضمان عقد مفاوضات سياسية وأمنية بحلول نهاية شهر فبراير المقبل أي بتأخير شهر كامل عن الموعد الذي كان قد تم تحديده في وقت سابق لإطلاق هذه المفاوضات لكن العقبة الرئيسية التي تعترض جهود غريفث في المرحلة الراهنة تتمثل في تعثر تنفيذ اتفاق الحديدة وهو الجزء الأهم من تفاهم السوكولم أما أهم أسباب هذا التعثر فإنها باتت من وجهة نظر ميليشيا الحوثي تتصل بأداء ودور رئيس بعثة المراقبة الجنرال الهولندي المتقعد باتريك كاميرت الذي صعد الحوثيون ضده بشكل كبير جدا وزعموا أنه ينفذ أجندة مشبوهة في محاولة على ما يبدو للتنصل من هذا الاتفاق وتفيد أنباء غير مؤكدة بأن الجنرال كاميرت طلب من الأمم المتحدة نقل عمليات البعثة إلى خارج اليمن في ظل التعقيدات التي يولدها وجوده داخل الحديدة بحسب مصادر صحفية عربية تتبنى بشكل كامل وجهة النظر الحوثية وتضع تطورات كهذه جهود الأمم المتحدة على المحاك خصوصا بعد تبني مجلس الأمن القرار رقم 2452 الذي قضى بإنشاء بعثة سياسية دائمة للرقابة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وزيادة عدد المراقبين بإضافة 75 مراقبا جديدا ومن المرجح أن تكون هذه النقطة محل بحث مصفيدا للمبعوث الأممي في صنعاء والذي سيضع أولوية تمكين البعثة من عملها على رأس اهتمامه خلال الزيارة الحالية للعاصمة صنعاء يأتي ذلك فيما لا يزال المجتمع الدولي يظهر القدر ذاته من الدعم لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفث على نحو ما أكد عليه قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل خلال لقائه الرئيس هادي الإثنين بالرياض فيما يستمر الإنسداد ذاته في أفق الحل السلمي للأزمة والحرب في اليمن